شكرا جزيلا على الكلمات والشعور الطيبة بالنسبة للإمونيسيين وأيضا التعليق الجميل بالنسبة لكلامي لمحاضرتي من الأخت الأولى فالقضايا التي تواجهها المرأة الإندونيسية الآن لكن هي طبعا قضايا متطورة تقريبا من 30 سنة يعني ترجع الآن المرأة الإندونيسية نوعا ما تقدمت والمرتاحة في مجتمعها لكن هذا طبعا سمرت كفاح 30 سنة أنا في مجال المرأة ناشطة في مجال المرأة منذ عام 95 يعني 25 سنة تقريبا فهذا طريق طويل مشور طويل نشقها طبعا أول شيء لابد من هناك تفاهم على مستوى عالي جدا في الأسرة مع زوجي مثلا هذا لابد هو عنده روح التسامح وروح يعني متقدم جدا أكثر مني حتى يدعمني ويدافعني في طريق أو في طيار التجيب بالنسبة للمرأة الإندونيسية فأولا دعم الأسرة مهم جدا فهذا لو أرجع 30 سنة أو 25 سنة مضت فالأسرة أولا هي التي تدعم المرأة البنت الزوجة الأم لكي تخرج إلى المجتمع في نطاقها ليس فقط يعني لابد الانطلاق بطريقة واسعة ولكن عند جرانها عند مجلسها هكذا فالمرأة تعطى دورا في التنمية الاجتماعية ليس فقط من ناحية الدينية نحن في المجلس العلمية هناك أقسام أو وحدات فوحدة الوعز طبعا موجود وحدة الفتوى وحدة أو لجنة لجنة تنمية الاقتصادية الإسلامية فنحن الاقتصاد الإسلامي تطبق النظام الإسلامي واسع جدا يعني هناك منذ العام الماضي هناك أزمة اقتصادية في العالم طبعا في أمريكا أو في بعض الدول وإندونيسيا المفروض تتأثر لأنها أيضا مرتبطة بديون ومش يعني أشياء كثيرة لكن إندونيسيا ما تأثرت بالنسبة للأزمات الاقتصادية بسبب كثير من أفراد الشعب الإندونيسي يدخلون أو ينتمون يدخلون يشاركون في مشاريع إسلامية بالنسبة للاقتصاد يعني عندنا نظام لوائح كافية جدا لتطوير الاقتصاد الإسلامي فهذا يدعمها المسلمين المسلمون إذن المسلمون يدخلون في مشاريع في البنوك في الاقتمان في مشاريع منتجات الحلال في حتى الآن منتشر في إندونيسيا السياحة أيضا الحلال يعني ما في خمر فيها ولا فيها معاصي لكن كلها حلال فأيضا هذا سمرت كفاح طبعا طوال وليس فقط بالنسبة للمسلمين الناشطين أو الناشطات يعني في المنظمات الأهلية ولكن من الحكومة أيضا هناك استجابة يعني نحن نحاول أن نعطي الأحسن إلى المجتمع لكن الحكومة أيضا تستجيب فهي تنظم الحكومة واجبها في إندونيسيا تنظم يعني مثلا نرى أن حقوق الأطفال منهدرة ما يوجد اهتمام بالأطفال ما يوجد الاهتمام بالأم التي مثلا هي حامل ثم تضع والدها ثم تموت ما في اهتمام بوفيات الأمهات فنحن الناشطات طبعا نعطي الاهتمام ونطلب من الحكومة تنظم إذن تعطي الحكومة تنظم يعني تدخل برامجها التنموية في الجهات في الحكومية سواء في قطاع التعليم صحة تجارة اقتصاد كل شيء لابد الاهتمام بالمرأة والأم والطفل هذا نظام على مستوى وطني حتى في الدراسات في الجامعات منذ 25 أو 20 سنة أيضا هذا نظام في الجامعات لابد وجود مركز دراسات نسائية في كل الجامعات هذا قانون من الرئيس الدولة إذن ماذا نفعل في هذه المراكز الدراسات النسائية؟ نعمل بحوث اجتماعية بحوث ميدانية عن أحوال المرأة النساء وتحديات موجودة فيها مشاكلها ثم كيفية الحلول عن طريق البحوث ثم إعطاء بعد ذلك طبعا جزء من الميزانية ميزانية الحكومة المحلية لتطوير وتشجيع المرأة لكي تنتج فالمرأة لابد أن تنتج بأي طريقة حتى ولو أنها تتصدق بعلمها بوقتها فلابد أن تكون هي عاملة وفاعلة كما قالت الأخت ففي إندونيسيا لأن الحكومة نظمت أو تنظم وجود الرابطات الجامعيات هناك نظام كيفية إنشاء هذه الجامعيات أو الروابط فبإن كان كل جميع أفراد الشعب الإندونيسي لكي يوحدوا يتوحدوا ويعملوا برامج أو مشاريع فنحن من عادة الإندونيسيين لا يوجد فرد من أفراد الشعب الإندونيسي غير منتمي إلى جامعية من طبعهم التنظيم التنظيم يعني ممكن الفصل الواحد فصل دراسي واحد يعملون مثل الجامعية أنا مثلا عندي أصدقاء من الابتدائية من زمان يعني حتى الآن نتواصل ونعمل أعمال خيرية معا وأصدقاء من المستوى المتوسط أيضا أصدقاء من المستوى هكذا يعني فعندنا الجمعيات الدينية منتمية إلى طبعا معاهد أو إلى مشايخ فأعضاءها كثيرة ومثل المجلس العلماء الإندونيسي المركز في العاصمة في جاكرتا ثم على المستوى المحافظات هناك فروع على مستوى المدريات فروع وعلى مستوى أقل وأقل أيضا في مكتب لمجلس العلماء فإذا هناك أعضاء بهذه الطريقة نحن نتواصل وكل سنة نجتمع قد تكون ألف من المشاركين لمجلس العلماء ونتبادل في الخبرات وأيضا نأخذ القضايا المهمة الوطنية الإسلامية نناقشها في هذا المجال وحينما يرجعوا إلى بلادهم إلى قراءهم فهم أيضا ينشرون هذه الأفكار الموجودة في الاجتماعات الرئيسية ثم تتداول هذه الأشياء فالقضايا المرأة طبعا أهم شيء في المجلس العلماء منذ سنتين أنا نشرت كتاب للأمن الأسري الأمن الأسري من منظور الإسلام ثم بعد ذلك طبعا فقه المرأة نناقشها كثيرا فقه الطفل إلى آخر ثم دور المرأة في الصحة في الطوعية الصحية في الطوعية البيئية فأنا أيضا أهتم بالبيئة هذا واجب إسلامي بالدرجة الأولى أن نهتم بالبيئة حتى لأن الطبيعة وهبها الله سبحانه وتعالى لنا لكي نحافظ عليها ولا نخربها أو لا نتركها بدون فائدة وأنا أيضا دخلت أو شاركت في أعمل فتوى المحافظة على الحيوانات الآيلة بالانقراض مثل الفيلة، أسود، نمور، طاوص، كل هذه الحيوانات محمية بالنسبة للدولة إذن في قانون وضعي لحماية هذه الحيوانات أظن هنا أيضا موجود فماذا يفعل مجلس العلماء حينما مطلوب منه وضع فتوى للمحافظة على الحيوانات الآيلة بالانقراض فماذا نفعل؟ نحن نجمع كل الأريات القرآنية والسنة والأحاديث في هذا المجال ثم أرأ العلماء وكتب تراث هذا كان من جانبي أن أقرأ كتب الجاحز عن الحيوان يعني مهم جدا هذه ومن هيكل التنظيمي للفتوى في الآخر لابد القوانين الوضعية في هذا المجال في المحافظة على الحيوانات والبيئة ثم هناك توصيات لمن يعمل أو لمن تطبق هذا الفتوى فإذن بهذه الطريقة هناك لكن لابد هناك سابق معرفة يعني تفاهم أو إقناع ما بين الحكومة ونحن مجلس العلماء سابق إقناع أننا لابد أن نتعاون معاً نحن نعطي الطبيعة الإسلامية من الحضارة الإسلامية والحكومة أيضاً توافق على ما نقوم به إذن بهذه الطريقة من قضية إلى قضية نحن نتمشى مع الحكومة دائماً بهذه الطريقة أنا أشجع الأخت الطالبة في دراسة العليا بالدكتورة لكي إن شاء الله لابد أن تنجز بسرعة الرسالة حتى لابد أن تتأكدي أن المجتمع يحتاجك والكل ليس فقط الرجال ليس فقط النساء فالكل يعني لابد أن ينجز بسرعة لأن المجتمع يحتاج ليس مجتمع الوطني فقط لكن العالم كله الإسلام الآن مستهدف من جميع الجهات فنحن لابد أن نتكاتف لكي نعمل معاً فالعمل الجماعي أنا قلت يعني من ضمن إجاباتي مثلاً الشاب والشابات في المسجد مثلاً المجلس العلمي فهم عندهم برامج لإحياء مثلاً رمضان لإحياء أعياد وطنية أعداء الدينية فهم يعملون ليس فقط الكبار الذين ينظمون هذه البرامج ولكن الشباب هم يعملون إذن نعطي مجال للشباب والشابات برامج يعني لعمل مشاريع وأنشطة تفيدهم وتفيد المجتمع حتى لا يبحثوا إلى مواضيع أخرى تشدهم عن الانتباه يعني حركات مثلاً حركات تشددية أو إلى آخر إذن نعطي برامج كثيرة جداً للشباب عن التنمية وهم طبعاً قادرين على هذا أيضاً تعزيز المواطنة بهذه الطريقة فالمواطن كبيرهم وصغيرهم لابد أن يؤدوا مهمة فاعلة وإيجابية في المجتمع إذن العمل الإيجابي دائماً مطلوب في كل مكان وأيضاً في كل النشاطات إذن نحن لابد أن نكون مبدعين مبدعين في عمل أنشطة جديدة ليس فقط مثل العادية يعني العام الماضي الأنشطة مثلها هذا العام لكن لابد أن نطور فقد تكون التطوير بالنسبة لشباب وجدة هنا الزيارة إلى إندونيسيا هذا تجريد كبير إن شاء الله إن شاء الله فلا تنسونا نحن مسلمين أيضاً نحن مسلمون في إندونيسيا نحتاج إلى تعارف أيضاً وتبادل ثقافة معكم نعم من الأخ يقول أن في إندونيسيا حركة تنصيرية وفئة ضلة أو ما نسميها مزاهب باطنية موجود طبعاً نحن في مجلس العلماء هذه طبعاً شؤون عظيمة في هذا أما التنصير ما ننكر هذا موجود أيضاً لأن إندونيسيا شاسعة واسعة جداً الحكومة حتى ما تقدر أن تتولى كل الشؤون فلذلك الأهالي يعني نحن البجتمع هم لابد أن يأخذوا جانب جانب كبير جداً في التنمية فمثلاً في مجال التعليم أنا قلتها أيضاً في درس الحسني منذ سنتين لأن كان الموضوع بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المنشود والتجديد المشهود تعبير شاعري لكن ما كنت هذا الأول العنوان مني لكن بين المجتمع والحكومة والحكومة أو المملكة في بناء المجتمع في مجال التعليم والصحة والمحافظة على البيئة وكل شيء فإذن بالجهود الزاتية نحن نعمل في تقديمي في الشرائح أنا كنت قدمت إحساءات يعني حتى حتى ما تذكر الآن إحساءات عدد المعاهد الدينية في إندونيسيا أكثر من 30 ألف وهي أهلية ما في مساعدة من الحكومة أبدا ما أقول أبدا لكن هم يساعدون إطارة يعني في إنشاء مبنى مبنائين لكن في التشغيل هي جهود ذاتية كما أيضا نحن في الأسرة عندنا أيضا معهد ديني من الحضانة حتى سنوية العامة هذا بجهود ذاتية من شراء الأرض إلى البناء إلى تشغيل الأراضي في الزراعة لكي يأكلوا منها ومزارع مواشي ومزارع دواجن وأيضا أسماك لكي يأكلوا منها فهذه بجهود ذاتية ما نحتاج إلى الحكومة فعدد أيضا الجامعات الإسلامية غير حكومية 700 في كل أنحاء إندونيسيا جامعات كبيرة أهلية بدون مساعدات حكومة أما الحكومة مثل جامعتي جامعة شريف هدية الله الإسلامية الحكومية في جاكارتا عدد الجامعات التي تحت رعاية وزارة الشؤون الدينية في إدارة التعليم العالي 58 58 جامعة كبيرة يعني جامعتي تضم 32 ألف طالب 1200 هيئة تدريس والعملين أكثر من 2000 فنحن أعداد كبيرة فإذن التعاون لابد المبادرات والإبداعات الجديدة من المجتمع لا نعتمد على الحكومة حكومة فقط تنظم نحن نأخذ الإذن مثلا لو هنا في هذه القاعة أردتم أن تنشئوا مثلا معهد أو جامعة أو جامعة أو مسجد حتى تأخذ الإذن فقط وبعدين كل واحد يبحث بجهوده عن المصادر عن يعني عن ما تحتاجون فنحن في إندونيسيا تعودنا على ذلك لأن جمهورية والحكومة لا تلاحق كل شيء فالتعليم دائما في خاص وحكومي والتعليم الحكومي أيضا بفلوس لكن زهيد جامعة جامعة حكومية لكن بفلوس يعني تقريبا في كل ستة شهور في السمستر تقريبا الفين ونص درهم هذا قليل أو صغير 2500 كثير لمدة سمستر 20 و50 درهم نعم 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 لابد الدفع في هذا فالأسرة تعمل جاهدة على يعني استفاء كل هذه الأشياء فهذه كانت فكرتي فنرجع إلى التنصير فالتنصير مدخله التعليم إذن هم ينشئون مدارس ومعاهد كثيرة في وسط الغابات في مناطق نائية في جزر بعيدة الحكومة أو المسلمين ما يذهبون إلى هناك فالمنصرين والمستفشرين يذهبون إلى هناك وبعدين حينما يحدث مشاكل مع السكان المسلمين الأصليين هناك مثلا نزاع عن الأرض أو عن أي شيء فالحكومة تتدخل أو جهة الأمن أيضا تتدخل لكن نحن مجلس العلماء من واجبها من واجبه التفادي من التنصير يعني بقدر الإمكان تقليل تسألون كيف كيف إذن كيف نحن نعم الحكومة تنظم مدام المسلمين عندهم مجلس علماء فالمسيحيين أيضا عندهم مجالس مجالس للمسيحيين مجالس كذا كذا وعندنا لقاء سنوي لقاء شهري معا حتى لا يتمادوا في حركات التنصير لا ينصر مسلمين هذا أخذنا بهذا العهد المسلمون لا يقومون بأسلمة غير المسلمين إلا لما يكون هو اهتدى يعني بدون بدون إكراه لكن التنصير هم يكرهون المسلمون يعني يعرفون أنهم المسلمون ضعفاء ومساكين أو يحتاجون إلى دراسة التعليم فهم يعطون فهذه تقريبا نعتبرها بالإكراه لأن عن طريق التعليم ينصرنا الناس فهذه نحن نضع الاهتمام أيضا بهذا والمذاهب الباطنية ما ما نقدر أن نمحوها بكلية ولكن أيضا الحكومة تنظم يعني حركتهم أو عبادتهم محدودة في أماكنهم فقط ومن يرعى من ينظر في شؤونهم مكتب شؤون الدينية في الجهة المعينة هي التي تراقب حتى لا تكون تنتشر حركتهم ويصنعون مضايقات للمسلمين لأن مرة هم من أصحاب هذه الديانات يعني الباطنية أو هناك أيضا الأحمدية فما في نشاط واسع هم أقلية جدا جدا لكن موجودين لأن مدعمة من خارج إندونيسيا فما نقدر أن نمحوها كلية لأن مدعمة من الخارج فإذن نحن كيف التعايش السلمي نجتمع كثيرا معهم فأنا دائما صديقاتي هم المسيحيات قد تكون هم يعني قصيس القصصين القواص قصاوصة وأيضا النساء الراهبات نعم نجتمع كثيرا معهم حتى نعرف حدودهم هم يعرفون حدودهم ونحن أيضا نتعاون معهم لكم دينكم وليدين هذا الأساس ثم بعد ذلك التعاون في التنمية أثناء الكوارث الطبيعية أثناء وجود احتفالات وطنية نحن نتعاون نحن نعمل معا مسلمين وغير مسلمين بهذه الطريقة تعايش السلمي في اندونيسيا نعم شكرا